وقع رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي بالعاصمة عدن المهندس معين محمد ألماس بحضور وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد الحريزي عقود أربعة مشاريع صيانة وتأهيل لعدة طرق في محافظة عدن وأبيان ولحج وتستهدف المشاريع الموقعة صيانة طريق رأس مربط في مديرية التواهي بعدن والتي ستنفذه دائرة الأشغال العسكرية وطريق مشروع التدخل الطارئ لإصلاح أضرار السيولي في الطريق الساحلي الشرقي المقطع الأول في شقرة أحور تنفذه المؤسسة العامة للطرق والجسور إلى جانب عقود مشروع استكمال إنشاء طريق سوق السلام منصة الاحتفالات لبعوس يافع ومشروع تدخل الطارئ لتأهيل طريق العر المحاجي المتجه إلى الحبلين أو الحبيلين والتي ستنفذها المؤسسة العامة للطرق والجسور فرع لحج وأشاد وزير الأشغال في مراسيم التوقيع بالجهود التي يقدمها صندوق سيانة الطرق في التغطية التمويلية المقدمة للمشاريع المستهدفة التي جرت توقيع عليها من جانبه عبر المهندس معين عن أهمية تواصل جهود الصندوق للعمل فيما يصب في مصلحة تعزيز التنمية المستدامة بكافة صورها عبر التعاون مع كافة السلطات والجهات المعنية في المحافظات وأهمية جهود الوزارة في تسهيل حركة تنمية قطاع الطرق والجسور وقع على عقود المشاريع من جانبه الصندوق ممثلا أو ممثلا بالمهندس معين ألماس رئيس مجلس الإدارة ومن الجهات المنفذة للمشاريع ممثلة بدائرة الأشغال العسكرية والمهندس عصام بصيلي المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للطرق والجسور ترجمة نانسي قنقر